موسيقى 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 كان على أنه نساهمه في الإقلاع الرياضي بالمقاطعة الجماعية للسيد البرنوسي النفس اللي خدامه فيه كان يستمده من الإنجاز التاريخي لحقه المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر 2022 هذا الإنجاز التاريخي خلق حافز بطبيعتها لنا كاملين باش نحاول ما أمكن أن نشتغلوا لنا النهار باش نحافظوا على التوهج دي الرياضة الوطنية ونحاول ما أمكن أن نصنعوا أبطال أبطال مستقبليين بطبيعتها ونحاول ما أمكن على أنه نصنعوا فرق اللي قادرة على أسس أنه ترفع التحدي وترفع الرأي دي المغرب عاليا لأن الإنجاز التاريخي حقق شيء كبير بالنسبة لنا في المغرب حاول ما أمكن على أسس أنه يساهم بشكل كبير في الديبلوماسية الرياضية اللي عرفات بالمغرب وعرفات بطبيعة الحال بالمستوى دي المغاربة ومستوى دي المغرب وحضروا بطبيعة الحال في التاف المونديالي طوح حضروا واحد مجموعة دين الوفود اللي جاءوا عينوا نيت المستوى دي البنية التحتية والمستوى دي الاشتغال بطبيعة الحال بالنسبة الناس اللي مسؤولين على الرياضة وهذا شي كله بطبيعة الحال كي يجي في إطار الاهتمام الكبير دي الصاحب الجلالة بطبيعة الحال نصره الله اللي كيعطي اهتمام كبير بالنسبة الرياضة واللي ينطلق العمل في إطار هذا المسروع الاحترافي اللي اليوم كان جنيه التمار دياله منطلاقا من نذوة ديال الصخيرات ديال الإقلاع بالرياضة ولا تبعنا بطبيعة الحال جميع التوجيهات اللي جات في الرسالة الملاكية كلقوا بأنها التوجيهات تشتغلت عليها المؤسسات المختصة واليوم رح نكن جنيه التمار ديالها والله يوفق الجامع اشتركوا في القناة